اشتركوا في القناة سبحاني سبقها تأكيد مساعد وزير النفط الايراني للشؤون الدولية والتجارية ارسال طهران وفدا الى نظام الاسد بهدف تدارس افاق جديدة للتعاون المشترك واعداد تقرير بهذا الشأن وان اسواق جديدة لها ستكون قيد الانفراج حزب الله اللبناني ابرم هو الاخر مجموعة من العقود المؤقتة مع شركات سورية مقربة من طهران ومختصة بنقل المحروقات عبر الصهاريج وتنص الاتفاقية على نقل مادتي المازوت والبنزين من مصفة بانياس على الساحل السوري الى الداخل الاراضي اللبنانية وربما هو ذاته الوقود الواصل الى البلاد من ايران تحركات ايران واذروعها مع بداية العام الجديد تعيد ربما تساؤل الكثيرين عن عقوبات قيصر المفروضة من قبل واشنطن على نظام الاسد وداعمها هي العصة الغليظة التي ما تزال تلوح بها الولايات المتحدة الامريكية ضد النظام وتحاول بها ارغام النظام وليس السعي الى انهياره لا تقتصر التحركات الايرانية على المسار الاقتصادي ففي الشرق السوري هناك حديث عن انشاء مركز تنسيقا روسيا ايراني في ريف دير الزور تغطي الطائرات الروسية بموجبه تحركات ايران العسكرية في باديتي دير الزور والرقة والهدف المعلن مواجهة تنظيم الدولة وبغض النظر عن شكل صورة المعلنة هل يخفى ان هدف ايران هو المصالح والمكاسب ولو على حساب الشعب السوري شكرا 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 شكرا